الله ايه ده؟ ده انا؟ يعني بس هيك احلب كتير طبعا. انا هحاول ارسل كده بقى بالظبط. وزمان بقى كنت بقى اعمل ايه؟ بصي واحد اتنين تلاتة اربعة نمزل بصي ستة سبعة تنانية تسعة عشر. انا بصلي كل يوم وبدعي لك ان ربنا يحفظك ويخليكي ليه قبل امينة. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي انتي ليه. انت حبيبتي. انت عارفة بقى انا نفسي عامل ايه؟ انا خليك مدرسة ايه رأيك؟ صحيح يا قبل امينة. صحيح. انا مش مصدقة نفسي. اللي بتعمليه معايدة كتير قوي. عمري ما كنت احلم ديه. ولا عمر ايه حد في الدنيا كان يعملهولي. حتى حتى امي. انتي كمان غيرت حياتي كلها. من ساعة ما دخلت حياتي. من الستيني كل حاجة وحشة شفتها في حياتي. انا بحبك قوي بط. وانا بحبك قوي 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 امينة. حفظتي. خليكوا عليه. يا بنت لسه هني. يلا عشان نلحق بدل. قبل امينة. فيه ايه? انتي واخدها راحة على فين? واخدها على فين يا ستة هاني. واخدها السوق معي قبل ما الدنيا تلاقي يا بيه. وش معنى سوق النهاردة يعني? اصلا يا الله ما صلى عن النبي هي يعني زاكية بتاعها في مجلسات اخواتي كلهم. قبل مرة اشتريها شوية اتحادات ولاعة. قبل امينة انا مش عايز اروح السوق انا عايز افضل في عائل. هتاخديها زاعتين بس وترجعيها. ايه واي تاخديها في حتة تشغليها. جرعيها غالي. ده نموهة يعني احن من اي حد عليه. تعال يا بط. قبل امينة. لو عملت اي حاجة قوليه. اخد جبالك من نفسك. يلا يا بط. خد جبالك من. سلام عليكم. اربعة وما بتبدي. امه. احنا راحين في المهمة. احنا مش راحين الموكالة. موكالة ايه? احنا راحين المهندسين. قبل امينة اقتني ما اشتغلش في البيوت. هتشتغلي. ورجليك يفورة عبدك. فاهميه. امي يا معلس. انا ناس غلبة يا باه. واولة بكل قرش خش جبنك. حطيها في راسك. الوجر اللي بتاخديها. انا بطفح حالك تسمي الهار انت واخواتك. امينة دي مش هتتبنىك يا عين امك. وحتفظلي طول عمرك. تنظر الناس. وتنظرها خدامي. اوعي. تفتحي بقت بأي كل ما طاهمه. يهمي. ايوة. ايوة طيب. سلام عليكم. وعليكم بسلام. اخرت كده ليه? ما بيتنا بعيد يا ستة هانم والشوارع زحمة زي ما انت عارف. اتفضل. اي خليه. خش يا بط. غير اهدومك يا بيت. على عموم شغلكم النهاردة خفيف. مش تقيد. حاضر يا ستة هانم كل اللي يجي منك برك. امسك يا بيت. خش يجلع اهدومك يلا. حتوضب الريسيبشن وقود العيال والمطبخ والحمام. حاضر عينينا يا ستة الكل. عينينا. طب خلاصي. اوامرك. خلاصي واطي الجنوف. اتأخرت قوي. مالك يا انا. بطة اتأخرت قوي يا ماما وخايفة امها تكون بتشغلها في البيوت تاني. طب واحنا في ادينا ايه بس يا امين? بني بحضر البنت معانا. لا. ما دي امها ويا حرة فيها. ما تزوديهاش بقى. بزن انتك انا مزودة يا ماما. اه بصراحة مزودة. انا بعمل ايه يعني? بتعمل ايه? بتعمل كتير. الله عمالة دلعي فيها وكأنها بنتك لعب واهدوم والرعاية زادة عن اللزوم. طب ومالو يا ماما ما احنا اللي مربينا. وبعدين البنت دي عوضتني حاجات كتير قوي. انا عايزة تكفل بيها. انا حاسة انها بنتي. تتكفلي بها ايه? ما تتكفل بنفسك يا اختي. بصراحة بقى صلاح بيبعتلي كل يوم والتاني اعوز يرجعلك. وانا خلاص اتكسفت من كتب اقولي الناس لأ. ماما انسي الموضوع ده خالص من فضلك يا ماما قفليه. طب يا بنت ادي له فرصة تانية. فرصة تانية ايه? ادي له فرصة اكتر من السنين اللي انا اديتهاله ازاي يعني. يا بنتي انا مش عاملة عليه هو. انا عاملة عليك انتي. انتي لو كنت خلفتي حتة عيل زي اختك. كان سلاكي. يسليني? هي فين التسلية دي يا ماما. هي اللي معاها عيل زي قسامة. تستجري تورب. حقيقة اخباره ايه? اخباره زفت. انا خلاص. ما بقيتش عارف عامل معا ايه? ما بقلاش بقى اتعكنيني على اختك باخبارك واخبار ابنك. لا عايزة اعرف في حاجة جديدة حصلت ولا ايه? بفتش يا ستي في هدومه. لقيت فيهم لفت بنجو. يا نهر اسهد ومنايل? ازاي عرفتي? انا خلاص. بقيت عارفة الحاجات دي كلها. ما هي دي بقى الثقافة الجديدة اللي قسامة دخلها لنا البيت. لازم تحرميه من الفلوس خالص. لازم ترقبيه كويس. فلوس الا اديهاله. انا بس يرجع من برا. وانا هتديله فسنانه. ماما. اوه يضحك عليك يبلفك بكلمتين عشان ياخد منك فلوس. ليه? هي اموكو عبيطة? ولا لا يا فلوس? عايز كسر ارقابة الودة. بانجو? هي حصلت? تيه القوي يا امو? يا بيتة خليكي جديدة. خلاص. امي السجدة اللي هناك خلينا انكم مستحدي. حاضر يا امو. شاهل يا بيتة. نخلص يا بيتي. حاضر يا امو. يا بيتة. خشي على طبقة بسرعة. عشان نمشي. ما لا شغل التنساقة ده انت وبنتك يا سيدة. الله ماتحللي الفلوس اللي انتو بتاخدوها. ولا كل مرة بعد ما انتو ارجع انا نظف البيت تاني تنسأت هي يا ستة هاني ده احنا تهدينا والبيت من الصبح وحيلنا اضعطها ده انت عشرة ما يجيبوش لسانك عشامنا فيك برضو يا غلي طب يلا شهالي ما تنسوش تنظفو الستايا عينينا يا غلي او امرك يلا يا بيت يا بطن خلص المسح يا بيت وطلعي نفضي الستايا مش قادر يا مهارة عبانا قوي مش قادر اخر حاجة يا ضناي خلص يلا ونروح بيتنا على طول يلا بطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة